تحدي المجاعة يواجه ما يقارب مليون و 400 ألف طفل في شمال شرق نيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن وغيرها خطر الموت بسبب سوء التغذية هناك ما يقرب من 22 مليون طفل جائع ومريض ونازحين وغير ملتحق بمدرسة بسبب الحرب والجفاف وهم يواجهون الآن خطر الموت من الجوع والأمراض التي يمكن تجنبها كالكوليرا والحصبة إن هذه الكارثة من صنع البشر ذلك أن القتال الشديد بينهم يدفع المزارعين إلى هجر حقولهم ويحجب وصول المعونات الإنسانية إلى الأشخاص الذين هم في حاجة نماسة إلى مساعدات الطعام والمياه النظيفة ومع هروب العائلات من منازلها لا يحصل الأطفال على الخدمات الصحية أو التغذية أو المياه النظيفة مما يعرضهم لخطر السوء التغذية كما تنتشر الأمراض بسرعة في المدن المزدحمة والمخصصة للأشخاص النازحين ويزيد الجفاف من حدة كارثة الغذاء في أجزاء من إفريقيا وتطالب اليونيسيف الأطراف المتصارعة بأن توقف انتهاكات حقوق الإنسان وأن تسمح بوصول غير مشروط للمساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المحتاجين كما تطالب بما يقارب 225 مليون دولار من أجل إمداد الأطفال بالطعام والمياه والصحة والتعليم وخدمات الحماية ترجمة نانسي قنقر